في ايران اتسعت رقعة المظاهرات البناهضة للنظام احتجاجا على سوء الوضاع الاقتصادية وزيادة البطالة وارتفاع الاسعار وامتدت المظاهرات للعاصمة طهران حيث رفع المحتجون شعارات ضد الحكومة والمرشد بسبب غلاء الاسعار والفقر ورغم التشديدات الامنية الا ان المتظاهرين تجمعوا امام جامعة طهران مرددين شعارات من بينها الموت للدكتاتور في اشارة الى خامنعي والموت للدكتاتور في ايران مستمرة وغاضبة من هذا النظام الذي حرمهم من حقوقهم رغم الاعتقالات الشعارات لم تتغير الموت للدكتاتور خامنعي الموت لروحاني الموت للجمهورية شعارات هتفت بها حناجر الغاضبين من هذا النظام الظالم الذي سلب حقوقهم وسرق اموالهم وجعلهم يعيشون حياة صعبة دعوات مستمرة من قبل الايرانيين اخرجوا ولا تخافوا نطالب بحقوقنا تلك هي شعاراتهم مظاهرات سلمية اسلحتهم فقط مطالبهم خامنعي يأمر عناصر الحرس الثوري والباسيج والشرطة بالنزول للشوارع وقمع المظاهرات حتى انهم اطلقوا على تلك التظاهرات السلمية بانها فتنة يراد منها اضعاف الثورة واسقاطها وذلك ما جاء على لسان رئيس هيئة الاركان الايرانية محمد باقري حسب ما نقلته وكالة مهر النظام يحاول تغيير مسار تلك المظاهرات فدعا انصاره للخروج في ثورة مضادة ما اسماها ضد الفتنة ولكن الايرانيون رفضوا تلك الدعوات واستمروا في مطالبهم ووصلوا الخروج الى الشوارع المدن والمحافظات الايرانية حتى شعوب غير الفارسية كالاحواز والبلوش والاكراد جميعهم انتفضوا بوجه هذا النظام بشعارات واحدة الموت للدكتاتور الموت لروحاني الموت للجمهورية رددتها حناجر من يريد الحرية الموت للجمهورية الموت للجمهورية الموت للجمهورية